يشكو تجار في محافظة الطفيلة من حالة ركود اقتصادي غير مسبوق وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين في المحافظة المزيد نتابعه في التقرير التالي حالة غير مسبوقة من الركود تشهدها أسواق محافظة الطفيلة حسب تجار في المحافظة يشكون من ضعف الحركة الشرائية على معظم السلع الأساسية والكمالية وهو الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية على حد قولهم وضع السوق ما في سوق ثلاثة شهر أربعة شهر ما فيش لا حركة ولا فيش وهو السبب ما فيش لا قطاع خاص ما فيش يعني اعتماد البلد وين عروات أنا شوفت ناس بفوتوا على المحل بتفرجوا وبطلعوا ما نحن فلوس تشتري نهائيا الوضع سفر 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 وعلى عين الناس التجار والمواطنون في الطفيلة عزوا ضعف القدرة الشرائية إلى انخفاض معدل الأجور وثبات الداخل وارتفاع الأسعار علاوة على اعتماد غالبية قاطني المحافظة على الوظائف الحكومية والحرف الصناعية البسيطة كمصدر للدخل نهيك عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المحافظة هي المشكلة مشكلة رواتب الدخل اللي بيجي ما بكفي عغلاء الأسعار دخل ضعيف 300 دينار بتدفع منه أجار بيت كهرباء مي إذا المي كنا قبل ثلاثة أربعة سنوات ندفع سبعة دنانية لآن أقل فاتورة بيجيك 30 دينار نفس الشي الكهرباء إذا كيلي الجهاز صار بلير وسبعين قرش يعني مشكلة هو غلاء الأسعار غلاء فاحش ودخل ما فيه وراتب ما فيه حالة ركود اقتصادي يوجه سكان الطفيلة في خضمها دعوة جديدة إلى الجهات الرسمية لاتخاذ قرارات حاسمة تضمن استمرارية قدرتهم على الانفاق بالإضافة إلى إنشاء مشاريع استثمارية تعمل على تنشيط الأوضاع الاقتصادية في المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص